الشرك في النية والإرادة والقصد إذن ذكر المؤلف رحمه الله في تفسير التوحيد فسر التوحيد بضده شرك في الدعاء وشرك في محبة وشرك في الطاعة وشرك في النية والإرادة والقصد وذكر أعظم ما يبين لا إله إلا الله لأنه قلنا لا إله إلا الله بناء كهذا المسي يقوم على عمودين لا إلهة نافي جميع ما عبد من دون الله هذا ضدنا الأول تكفر في جميع ما عبد من دون الله إلا الله مثبت عباد الله بروح أحد ولا شركة قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حربه دمه وماله يعني الذي لم يكفر لم يحرم دم ولا مال إذا لا إله إلا الله تقوم على رقنين إن الإبارة مما تعبدون إلا الذي فضرن لا إله إلا الله تخلع قبل التحلع حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإفراد مفهوم؟ مهم جداً هذا حقيقة التوحيد غيره ليس بالتوحيد